سؤال ينبغي أن يسأله كل مننا لنفسه في هذه الأيام الطيبات المبركات وقبل قدوم شهر رمضان ماذا تريد من رمضان؟ فالناس يا عباد الله في استقبال الشهر سنجدهم ينقسمون إلى صنفين أو إلى قسمين صنف يستقبل رمضان بالطاعة والقرب من الله الرحيم الرحمن يريد أن يقضي شهره كله في طاعة في عبادة في إحسان وهناك صنف آخر نجده على طول الخط نجده لاهية ساهية بعيدا عن طاعة الله منحرفا عن أوامر ربه ومولاه سبحانه وتعالى جل وعلا ولذلك ليسأل كل من نفسه ماذا يريد من رمضان؟ حدد هدفك يا عبد الله من الآن لا تنتظر قدوم الشهر فلعلك لا تدرك كيف ستحدد هدفك بعد قدومه بأيام أو حينما ينتهي وانفلت من بين يديك وأنت لا تشعر فحدد هدفك عبد الله من الآن هل تريد أن تصوم رمضان صيام العوام؟ كما فصلها بعض لإمة الكرام وهي أن تمتنع عن الأكل وعن الشرب وعن جماع الزوجة طوال النهار فإذا أذن المؤذن لأذان المغرب بدأت إفطارك على المعاصي والمنكرات أفطرت على سجارة أو على شربة خمر أو قطعة مخدر أفطرت على أغنية أو على فيلم أو مسلسل الناس هنا وهناك ينادونك من الآن وقبل الآن مسلسلاتك عندنا رمضانك عندنا نارك عندنا جهنمك عندنا فهل ستستجيب للنداءات هؤلاء؟ أم ستستجيب للنداءات ربك تبارك وتعالى جل وعلا الذي قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فهل ستصوم صيام العوام؟ أم ستصوم صيام خواص العوام؟ هم الذين أيضا يمتنعون عن الأكل والشرب طوال النهار لكنهم يجمعون مع ذلك كف اللسان وغض البصر ونحو ذلك من الأمور الطيبة أم ستصوم صيام الخواص؟ هم الذين شغلوا نهارهم بذكر الله وطاعته وشغلوا ليلهم بالقيام بين يدي ربهم تبارك وتعالى وقراءة القرآن؟ أم أنك ستصوم الصيام الأعلى والصيام الأسمى وهو الصيام عن غير الله تبارك وتعالى؟ أي ستصوم عن كل ما منعك الله وحرم الله عز وجل عليك وستأتي بكل ما أمرك الله عز وجل به من طاعات وعبادات وأمور صالحات حدد هدفك عبد الله من الآن قبل فوات الأوان فإن العبد منا إن حدد هدفه في هذه الحياة وصل إلى مراده بفضل من ربه مولاه سبحانه وتعالى ولله ضر الإمام مالك وتلاميذ الإمام مالك عليهم رحمات ربه تبارك وتعالى لما جلس يوما في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدرس موطأه والعلم النافع لتلاميذه وطلابه وإذا بأصوات ضجيج تأتي من خارج المسجد فسأل الإمام مالك ما الذي يحدث؟ قالوا فيل دخل المدينة ويمشي في شوارعها والناس يشاهدونه ويتفرجون عليه فلمح الإمام مالك في عيون تلاميذه وطلابه أنهم يريدون مشاهدة الفيل فأذن لهم إلا أن أحدهم وكان يدعى يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله جلس في مكانه ولم يفارق مجلس إمامه فسأله مالك لماذا لم تخرج لتشاهد الفيل مع أقرانك وأصحابك فرد رده المشهور وقال يا إمام ما قطعت تلك الفيافي والمسافات لأرى الفيل وإنما جئت لأرى مالك وأتعلم من مالك ولذلك كان هو أنجب طلابه وأذكى طلابه هو الذي بقي الكثير من علمه وأثاره من بين طلاب مالك أو من أعظم طلاب مالك إلى يومنا هذا فحدد هدفك واطرد الفيلة كل الفيلة من قلبك ستقبل على ربك تبارك وتعالى فتنعم برمضان وتسعد بأيام وليالي شهر الصيام